المنافسة صعبة جداً في المشاهدة ما بين ميكي وبين أكرم حسني وده في صالح المتلقي المشاهد وده لطيف جداً في أنه الناس هتبدأ تتفرج على ده وتتفرج على ده لأن احنا طول عمرنا كان في رمضان كان بيبقى فيه عشرة واثنشر مسلسل كوميدي يمكن الحجم قل شوية بس أنا شايف أنه فيه أجيال بتطلع غياب السادة عاد الإمام هيأثر غياب الدنيا سامير غانم وإمي سامير غانم غياب ياسمينة عبدالعزيز غياب الشباب بتوع مصرح مصر بما أننا جبنا سيرة المرأة الكوميدي الناس بتستقبله أكتر من الستاتة ولا من الرجالة وهنا نروح لفراولة ونيلي كريم برابع لك ناويب على حاجة مهمة جداً حصلة السنة دي أتلاقي مسلسلات الكوميدي رجالي مسلسلات اللاية كوميدي نسائي فهما المنافسة يهي كمان فنان رهام حاجاتك بصدفة عندك رهام حجاج عندك نيلي كريم في فراولة عندك غادة عادل في لانش بوكس عندك دينة الشربيني في كامل العدد وحققت نجاح كبير السنة اللي فاتت وعملت جزء جديد بتاعها فتلاقي المنافسة في الستات على اللاية كوميدي يمكن الوحيدة اللي كان ممكن تعمل ده أو اتنين أو تلاتة في مصر اللي بيعرفوا يعملوا الكوميديا اللي تنافس الكوميديا الرجالي ياسمين عبد العزيز دنيا سامير غانم وإمي سامير غانم والتلاتة مش موجودين المصر التلاتة مش موجودين فطبعاً الكوميدي اللي طالع من عند الكوميديا النسائي طالع في اللاية كوميدي وده بصراحة اختيار ذاكي لأنه لو راحوا لمنطقة الضحك الجمهور ما بيعافش يستوعب الستات وهي بتضحك في مصر الرجال عشان الضحك بتاعهم حراء شوية ويقدر يقول حاجة الستات فيما تشتولي قطبع فتقول كل حاجة يعني في الدراما الست لما بتقول لفظ حتى بيقفولها لما بتعمل موقف معين بيقفولها لو موقفلين على كل حاجة برا الدراما وجود الدراما احنا موجودين بالمرتاد برضو معنا زوجيها موجودة في المسلسلات